موسيقى طيب الله وقتكم مشاهدين بكل خير وهذه المقابلة الخاصة التي تأتيكم معي أنا ناد عبد السلام وضيفي فيها نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهو أيضا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ديوة وهو كذلك رئيس منظمة الاقتصاد الأغدر العالمية بنرحب حك معنا سيد سعيد حياكم الله نشكركم على هذه الاستضافة خلينا نبدأ مع حضرتك أولا بواتيكس طبعا هذه المنصة المهمة جدا في قطاع استدامة الطاقة والمياه والبيئة الدورة السادسة والعشرين ماذا على طاولة النقاشات؟ مرة ثانية نشكركم على هذا اللغاء حقيقة نظم الدورة السادسة والعشرين من معرض واتيكس من تاريخ واحد إلى ثلاثة أكتوبر عشرين أربع عشرين في مركز دبي التجاري انسجاما مع التوجهات الكريمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله وبما يدعم رؤية إمارة دبي في بناء مستقبل مستدامة حيث تكتسب دورة عام عشرين أربع عشرين من معرض واتيكس أهمية خاصة حيث تنظم خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات ويسهم المعرض في دعم استراتيجية النمو الأخضر في الإمارات واستراتيجية دبي للطاغة النظيفة عشرين وخمسين لجعل دبي مركز عالميا للطاغة النظيفة والاقتصاد الأخضر وكذلك استراتيجية الحياد الكربوني عشرين وخمسين للإمارة لتوفير مئة في المئة من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي بحلول عام عشرين وخمسين يمكن حرك أشرت إلى الاستراتيجيات التي تنفذها دبي في الفترة الأخيرة الحياد الكربوني استراتيجية الطاقة أيضا التي تم تحدثها مؤخرا والعديد من الخطط التي تنضي قدما لكن ماذا عن مشاركة الدول في هذه النسخة من واتكس نتحدث مقارنة طبعا بنسخة العام الماضي وكذلك كم يبلغ عدد الشركات طبعا هناك مشاركة كبيرة في هذا القطاع قطاعات حقيقة مختلفة تقريبا هناك أعتقد في حدود الفين وثمانمائة شركة من خمس ستين دولة وكذلك طبعا فيه مثل ما ذكرت أنا قطاعات مختلفة من الطاقة الشمسية وكذلك تخزين الطاقة وطبعا كفاءة الطاقة يعني اليوم عندك أنت يعني بالنسبة للطاقة الشمسية هناك العديد من التكنولوجيا التي تتطور حقيقة من سنة إلى سنة نحن عارفين قبل عشر سنوان الكفاءة كانت في حدود عشر في المية اليوم الكفاءة 24 في المية طبعا هذه الدورة هناك العديد من الشركات العالمية أو الكبار نقدر نقول اللي مشاركين وشركات في قطاع التوزيع في قطاع النقل في قطاع الإنتاج يعني شركات عالمية كبيرة حقيقة ويمكن أيضا لدينا مشاركة لشركات صينية ربما هي الأكبر في تاريخ المعرض وكان أيضا لحضرتك لقاء في شهر أغسطس الماضي مع قنصل الصيني في دبي وفي الإمارات الشمالية لأي مدى هو مهم مشاركة الشركات الصينية وهي حقيقة واحدة من الشركات التي تنفذ مشاريع ديوة في الوقت الحال لأي مدى هذه المشاركة مهمة في نقل الابتكارات من الصين طبعا نحن حقيقة لدينا شراكة كبيرة مع الشركات الصينية طبعا في المعرض هناك أكثر من 200 شركة صينية ويعتبر هذا أعتقد من أكثر المعارض التي تشارك فيه الشركات الصينية في قطاعات مختلفة ولكن اليوم خاصة شركات الصينية تركز على الضاغة النظيفة طبعا الشركات الصينية مهم عندها أن تنافس الشركات الأوروبية ونحن لاحظنا هذا حتى تنافس الشركات الأمريكية حقيقة هناك تقنيات كثيرة وكفاءتها وايد عالية وشفناها على أرض الواقع ومن ناحية السعر أفضل طبعا عن الأسعار من الدول الأخرى التغنيات حقيقة تغنيات متقدمة التغنيات الصينية الناس بكرون والله البضعة الصينية أو التغنيات الصينية تغنيات يعني جودتها من خفضة أنا أقول لهم لا حقيقة نتيجة تجربة تجربة أكثر يمكن من عشر سنوات الكفاءة والجودة لا تغل عن في قطاع الطاقة الشمسية نتكلم سواء تخزين الطاقة أو سواء إنتاج الطاقة فحقيقة التجربة ناجحة لنا وياهم وطبعا مثل ما ذكرت أنا الصينيين يتميزون كذلك تخزين الطاقة اليوم مهم في الدول الخليج طبعا فيه تغنيات مختلفة اللي نحن اجتمعنا معاهم بالنسبة للصينيين اللي هي إنتاج حتى من تحت الألواح في حدود 5% وكذلك التراكينج سيستم عملية الكابترينج وطبعا دوران حول الشمس وطبعا تجميع الإشعاع هذا بعد يعني كفاءة عالي جدا فوصلنا اليوم مثل ما قلت لك أنا بحدود 24% كفاءة الطاقة الشمسية أو الألواح مع طبعا تخزين الطاقة الأشياء الأخرى الأسعار طبعا الأسعار مهمة فهم قادرين ينفسون بجودة عالية اليوم ففي هناك خطأ متابدة هذا ممكن يكون فيه يعني يفكرونهم قبل حوالي 20 سنة أو الاختلاف الوضع اليوم أنا أشوف في قطاع مثل ما ذكرت أنا نتاج الطاقة والطاقة الشمسية حقيقة يعني نحن نشهد أن طبعا تم ممتازة بجانب طبعا التعاون مع الشركات الصينية هناك العديد من المشاريع التي تعمل عليها ديوة في الوقت الحالي في إطار طبعا استراتيجية دبي للطاقة أعرف من حضرتك تفاصيل هذه المشاريع حاليا خاصة أيضا مع هذه الشركات التي نتحدث عنها سواء الصينية أو غيرها أو حتى في المنطقة وشركات كبيرة بنجدها أيضا لدينا أنظمة مهمة بتعمل وفقها ديوة نظام المنتج المستقل وهذه المشاريع قيمتها بتتجاوز 13 مليار دولار تقريبا لأي مدى المشاريع الجاري تنفيذها في الوقت الحالي أولا نقف مع حضرتك على تفاصيل هذه المشاريع صحيح نحن قبل يمكن بعد ثلاث سنوات قبل ثلاث سنوات أعلننا أن ما في توربينات غازية بتكون في جبل علي معظم المشاريع بتكون طبعا مشاريع طاقة نظيفة الطاقة الشمسية سواء الطاقة الشمسية الألواح كارضوية أو سواء تخزين الطاقة طبعا نحن عندنا اليوم أكبر مشروع عالمي في تخزين الطاقة تقريبا قيمته 15 مليار وتسعمية هذا مشروع الوحدة تقريبا ننتج تقريبا تسعمية وخمسين ميجاوات سبعمية ميجاوات عن طريق تخزين الطاقة منها أمية ميجاوات عن طريق البرج برج التخزين وستمية ميجاوات عن طريق طبعا العدسات المقعرة ومية ميجاوات عن طريق البرج فكلها حوالي سبعمية ميجاوات وهذه سبعمية ميجاوات الأكبر هذا أكبر مشروع تخزيني في العالم حقيقة نحن ما سمعنا عن مثل هذه المشاريع المشروع الأول بيخزن 15 ساعة اللي هو البرج والمشروع الثاني بيخزن تقريبا في حدود 12 إلى 13 ساعة اليوم نحن بنطلع بمشروع جديد في دبي ما أعلننا عنه يمكننا أعلننا عنه الآن اللي هو مشروع البطاريات نربط البطاريات مع طبعا الألوح كهروضوية وهذا بيكون من أكبر مشاريع للعالم كتخزين بطاريات يعني في حدود يمكن 1500 ميجاوات فإن شاء الله نحن بصدد تعيين استشاري عالمي لهذا المشروع وبتسمعنا عنه في الأيام القادمة إن شاء الله المشروع البطاريات متوقع أنه يدخل حيز التنفيذ بعد الدراسات طبعا إمتى؟ لا الدراسات نحن قمنا بالدراسات أيوة وأسعاره حقيقة أفضل من أسعار اللي هو الملح المنصحر اللي ذكرتنا التاور نستخدم المولتون سولت فأسعاره أرخص بكثير عن والبطاريات يعني اليوم كان تستخدم التخزين يعني ما زالت تخزين لكن تعرفين أحيانا في دورة معينة توصل فيها بحيث أن يكون هناك فيها يعني السعر والجودة في السابق كانت الأسعار مكلفة بالنسبة للبطاريات وعملية التخزين ما كانت يعني وصلت إذا ما وصلت الآن تعرفين عملية دائما الدراسات تحتاج وقت يمكن حين نحن الوقت مناسب وفيه مشاريع نحن طبعا بنزورها في الولايات المتحدة الأمريكية يعني مبنية على البطاريات فإن شاء الله هذا المشروع يكون مشروع ناجح طيب التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع كم ستبلوه؟ بيكون مليارات لأنها مو بتكلفة رخيصة ولكن نحن دائما نتكلم عن تكلفة الوحدة تكلفة الوحدة أرخص بيكون عن تخزين عن طريق الملح المنصهر تكلفة عالية جدا يمكن أيضا يجب أن نقف على مشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وكذلك مجمع الصيان كيف تمضي هذه المشاريع؟ والله المشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية متقدم في سير عمله اليوم نحن تقريبا أعتقد وصلنا إلى 2800 ميجاوات وطبعا المرحلة رسينا تقريبا 1800 ميجاوات على مصدر قبل تقريبا أعتقد 6 شهور وهذا المشروع مصدر 1800 ميجاوات هذا أكبر مشروع أعتقد في العالم كمشروع في مكان واحد في مكان واحد صحيح وغايد الإنشاء لهذا المشروع أعتقد نحن في 20 25 أعتقد أو في 20-30 المفروض أن نحقق 25% ولكن نظرا للابتكار والإبداع في مشاريع الطاقة وارتفاع الكفاءة اللي ما كنا نحن متوقعينها حاسبينها من قبل بنوصل 27% أو يفوق 27% فإذن نحن حققنا أكثر مما هو مرسوم له فمعنات أن المشاريع هاي المشاريع لتسبق المخطط وهذا إنجاز بحد ذاته يعني نحن طبعا نشيد فيه طبعا بالتزامن مع ويتكس وكذلك مع مشروعات التي تنفذها ديوة في الفترة الأخيرة لدينا أيضا الدورة العاشرة من القمة العالمية لإقتصاد الأخضر ماذا أيضا على طاولة هذه القمة؟ طبعا الهيئة بالتعاون مع المجلس الأعلى الطاقة والمنظمة العالمية لإقتصاد الأخضر مثل ما قلتي بالتزامن مع ويتكس النسخة العاشرة من القمة العالمية لإقتصاد الأخضر تحت شعار تمكين الجهود العالمية وتهيئة الفرص ودفع عجلة التطور طبعا القمة تجمع تحت مظلتها طيف واسع من المعنيين وسنعمل على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي وشراكات بين القطاعين العام والخاص بالختم بنشكر حكي شكر جزيلة للناس سيد سعيدة نشكركم على حضوركم ونشكركم على هذا اللقاء والشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة اشتركوا في القناة